برحمة الله الرحيم والصلاة والسلام على عشرة المسرين سينان بن محمد صلى الله عليه وسلم ان شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض المحاضرة رقم 11 وان شاء الله هنستكمل ما بدأنا في المحاضرة رقم 10 بالاضافة لان احد الزملاء يعني نقول ايه قرمة بين السطور في المحاضرة اللي فاتت كنت انا اشارت لان انا هنا بحكم على طول العمود او انا اسف على العرض الصغير للعمود كنت بحسبه علشان افادي الباكلينج او الادشن المومنت من الاعمدة النحيفة و اشارت الى نقطة ان شاء الله انا هتناول في نهاية المحاضرة دي هتناول الرد على الزمل الفاضل بالتفصيل باذن الله ولو انه هو سبع الاحداث في اسلوب تسميم الاعمدة لان ما برضو ان شاء الله هنرد عليه باجاز شديد و هنرد الاشمل ان شاء الله ان شاء الله و احنا بنصمم العمدان بنعرف اسلوب تصميم العمدان ان شاء الله هنستكمل مع بعض اللي احنا بدأناه المحاضرة اللي فاتت و احنا كنا وقفنا عند نقطة وزن الحوائط و حسابنا يبقى احنا كده بعد حساب وزن الحوائط كانت الحوائط اللي هي بارتفاعة 2 متر و 40 او الحوائط اللي هي هتبقى دروة للبالاكونات هنبدأ نكمل حسابات الاوزام متاعتنا احنا عندنا الوزن اللي هنحسبه دلوقتي اللي هو اعتبر وزن البلاطة نفسيها وزن الكاميرات وزن البلاطة زي وزن الكاميرات ممكن اخذ الاريا دي احسب المساحة اللي موجودة قدامي وبعد ما احسب المساحة دي اضربها في 0.25 هيديني حجم السقف بكاميراته حجم السقف بكاميراته بس ده هيبقى تقريب شوية ايه ممكن نكون بعيد يعني فاحنا برضو هنحاول نحسب اوزان الكاميرات بصورة تقريبية يعني تكون قريبة للصحة بنسبة 90% و هنحسب وزن البلاطة نفسيها بالنسبة للكاميرات اللي هي موجودة هنا انا عندي فيه كاميرات ممكن تبقى 25 وعندي فيه كاميرات ممكن تبقى 12 زي الكاميرا دي والكاميرات اللي هي الحميمات المداخل وممكن احسب الشكل كله على ان هو عرض الكاميرات فيه 25 سنتي طول الحوائق اللي احنا حسبناه المحاضرة اللي فاتت مع بعضينا طول الحوائق نفسيها اللي هي بتخص الارتفاع 2.40 ممكن اخذ ان هو طول الكاميرات ممكن اخذه هو بيساوي طول الايه الا الكاميرات يبقى احنا كده هنبدأ بحساب الكاميرات وهنبدأ نقول طول الكاميرات نفسها بيساوي طول الحوائق يبقى طول الكاميرات بيساوي طول الحوائق اللي هي كانت ارتفاع الحيط عليها اثنين متر واربعين ادت طول هوا اللي هو مية اثنين وثلاثين متر ونص عشان نكسب الكاميرات سوف نضع القطاع تقريب تعالوا نتكلم على القطاع التقريب للكاميرات ونرى الكود لما بيقول لي انا هحسب سي الكاميرا دي عرض كذا لما يضع الافترضات بتاعت عمق الكاميرا نبدأ نراعي مجموعة حاجات اولا المفترض ان انا بعد ما بحل هذا المشروع سواء كان على الساب او على السيف او على الاتاب انا بدور دايما على الترخيم بدور على الايه بدور على تفليكشن طيب وانا بحط القطاع التقريب للكاميرات لما اراعي اللي حطوا الكود المصري علشان حسابات الترخيم يبقى انا كده بقرب شوية ان انا اكون مطمئن على موضوع الترخيم مطمئن على موضوع الترخيم طب الكود المصري بيقول ان قطاع الكاميرا لما اجي احسب الديبس بتاع مساة سي انا عندي كاميرا زي دي القطاع اللي انا بفروضه في الاول سواء كان عرضه سواء بوينت تو فايف او بوينت سري انا افترض ان هو بوينت تو فايف اللي هو الخمسة وعشرين فيه ارتفاع كان الارتفاع بيساوي عشر البحر الخالص عشر البحر الخالص يبقى ده احنا بناخد الكلمة دي منين هناخدها من الكود اللي هو ان يكون عمق الكاميرا بيساوي عشر البحر الخالص فيه فرق ان اقول بحر خالص وبحر فعال بالمناسبة بغضو ايه الفرق ما بين كلمة البحر الخالص والبحر الفعال عشان برضو نوضح المفهومين دول بالنسبة للزملاء البحر الخالص هو يعني انا لو عندي سينا هاخد قطاع كده عشان اوضح قطاع كاميرا هاخده كده وهقول انا عندي السطح العلو للبلاطة وهنا عندي كاميرا هنا إن قطاع كنا اميلا 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 انا افترض انا عندي قطع الدنام خدته ده سمك البلاطة اللي هو السقود ده اللي هو عبارة عن الكاميرا طيب لو احنا بس نفعل بتاعت بتاعت هفعل بس لو انا جيت جماعة من هنا ورسمت خط ومن هنا هرسم خط الخط ده انا اعتبره هو اكسل ايه هو الاكسل بتاع الكاميرا تمام كده فين البحر الخالص وفين البحر الفعال البحر الخالص هي المسافة دي اللي هي من وش الكاميرا لوش الكاميرا الجواني يبقى ده اسمه البحر الخالص يبقى انا لما بقول هنا البحر الخالص مقصوم على عشرة يبقى المفترض فيها هي المسافة الصفية ما بين الايه والعمدان طيب ايه البحر الفعال للكاميرا البحر الفعال للكاميرا بتاعتنا بناستعمله بكتر جدا البحر الفعال للكاميرا بيساوي بيساوي احد القيم اللي انا هقول عليها دلوقتي في الحضرة اما المسافة من السنتر للسنتر يعني المسافة دي اللي هي من نص الكاميرا من نص الكاميرا او واحد وخمسة في المية من البحر الخالص واحد وخمسة في المية من البحر الخالص او البحر الخالص مضاف اليه العمق الفعال للكاميرا مضاف اليه العمق الفعال للكاميرا بشرط ألا تتجاوز القيمة دي عن المسافة من الأكس الأكس يعني مش ما أقول أنا يكون عندي جماعة بحر زي ده بقول إن أنا عندي المسافة من الأكس الأكس أربعة متر تلاتة واربعين لما أجأ أحسبه ألاقي مثل خمسة متر أقوله والله صح الخمس لا يبقى أنا عندي فيه شروط فيه كونديشن أنا بشتغل عليها يبقى البحر الخالص ده هو مضروف فيه واحد وخمسة من مية أو البحر الخالص مضاف إلى الدبس أو العمق الفعال أو المسافة بين من السنطة للسنطر على ألا تتجاوز القيمتين دول عن المسافة من الأكس الأكس يبقى كده أنا عرفت الفرق ما بين البحر الخالص والبحر الفعال نرجع له كده إحنا عرفنا الجزئية دي خلاص طيب نيجي نشوف القطاع التقريبي بقى بالنسبة للكاميرات إحنا اتفعنا كده إن إحنا هناخد إيه إن يكون الدبس بتاع الكاميرا بيساوي عشر البحر يبقى نشوف أطول كاميرا عندي أطول كاميرا موجودة عشان بس أعمم الشغل التاعي هشوف أطول كاميرا عندي موجودة فين وأبدأ أئيس الطول بتاعها وقول والله أنا هاخد أنا متأكد لي إن هي دي أكبر كاميرا موجودة أنا أخد كده للمسافة بتاعها أربعة متر أربعة واربعين الكاميرا اللي هنا دي كده أنا بأيس بحر خالص هنا أربعة متر أربعين سي إن قربها إحنا نخليها دي خمسة متري أنا عندي أطول كاميرا هنا مش هتتجاوز إلى خمسة متري أنا عندي الدبس الفعال اللي أنا هفرضه هفرضه كام سنتي هفرضه خمسين سنتي ماش كده يبقى العمق اللي أنا هفرضه لوقتي العمق للكاميرات أنا كده فرضته كام خمسة وخمسين سنتي أنا أسف خمسين سنتي ده هو عشر إلى خمسة متر خمسين سنتي طيب فيه كونديشن تاني اه فيه كونديشن تاني ايه هو؟ اللي هو بتاع الترخين يبقى أنا قادي فرض أنا هاخد منه إيه؟ ها؟ عمق القاميرات التقنيجي نشوف خلي بالك يا جمعة برضو حتى وأنا بعمل الطريقة تقريبية برضو نعملها يعني كناس مهندسين نعملها كناس مهندسين العمق بالنسبة للكاميرات خلاص احنا نفترض خمسين سنتي فيه فرض تاني ان عشان الكود المصري هطلت لنا حاجة بالنسبة للدفليكشن اهي ده جدول خاص محطوط في الكود المصري بيقول لي في هذا الجدول ان انا عشان أفادي حسابات الترخيم عشان أفادي حسابات الترخيم وأضمن ان الكاميرا بتاعتي او البلاطة بتاعتي تكون سيف بالنسبة للدفليكشن احط هذه الايه؟ الشروط احط هذه الايه؟ الشروط هي النسبة ما بين البحر الخالص اللي العنق لكله عارفنا ايه كلمة البحر الخالص مش البحر الفعال يبقى الكاميرا بتاع الكاميرا او البلاطة اللي الجادة ده جمع يخص الكاميرات والبلاطات بس البلاطة تكون وان وي اسلام البلاطة تكون وان وي اسلام حط كونديشن انها تكون البحر بتاعها اقل من 10 متر وبالنسبة للكنتليفر عشان فيه جوزة خاص بالكنتليفر يكون أقل من 2 متر طيب اذا زادت على كده الكود برضو مديني النسبتين طيب بيقول ان ال ال نت اللي هو طول البحر الخالص الى التيل اللي هو عبارة عن ايه؟ العمق الكل اللي هو انا بشتغل في قطاع الكاميرا القطاع الكاميرا يبقى التيل اللي هو ايه؟ من قاع الكاميرا لحد اعلى نقطة في البلاطة يعني لو انا جيت هنا يا جماعة بقول فين العمق الفعال بالنسبة لله اللي هو التيل التيل هي المسافة من النقطة دي لأعلى نقطة فين اعلى نقطة في البلاطة مش اخدها من هنا الهنا ما اخدهوه سقوط الكاميرا سقوط الكاميرا يبقى غلط لان عندي العمق بتاع الكاميرا بيبدأ من اعلى نقطة الى اعلى نقطة فين في البلاطة ويمكن الكلام ده في الساب لما بنيجي مثلا الناس بتوصف قطاع الكاميرا يقولوا له بجع حاطة مرة العمق ده اللي هو مثل سيه اللي هو بوينت سيبن سيبن ده معلش ده انا حطه بس كده تقريبي طيب لما بجع اوصف قطاع البلاطة انا سيب افروضه 15 صمتي لما اوصف البلاطة 15 اوصف قطاع الكاميرا دي بوينت سيبن سيبن يبقى معناك كده ان انا الكاميرا دي زادت يعني قطاع الخرصانة زاد هنا يبقى لما بيجي يحسب هو السيبن وين بيحسب الجزء المتداخل من البلاطة مع الكاميرا مرتين مرة حاسبه مع الكاميرا ومرة حاسبه مع مين؟ مع البلاطة والكلام دي احنا هنتطردكه شوية في الساب وازاي افادي نقطة ركوب البلاطة ان شاء الله مع الكاميرا وان شاء الله كل شيء هيجي في اوان ومعلش هي بس نقطة كل نقطة بتسلمني المقطة الوراها فانا بحاول ايه اشرح المعلومة اللي بتعطي طيب انا كده عرفت اللي هو العمق بتاع الكاميرا يبقى انا عندي الاللنت ولو بحرق خلاص على تيه المفروض ما يقلش عن هذي ايه عن هذي الارقاب لو بلاطة لو كاميرا مستمرة من ناحية واحدة لو كاميرا مستمرة من الجانبين لو بلاطة او كاميرا بسيطة الارتكاز بنتبق عليها هذي الارقام طيب نشوف الحلقة اللي عندي الحلقة اللي عندي هي كاميرا كونتونوس او بس كونتونوس من ناحية واحدة يعني لو انا في في الانشاء سقطت الكاميرا دي بقت الكاميرا دي كونتونوس من ناحيتين فلما اجي اختار لها من الجدول اختارها مستمرة من ايه من الجانبين طيب ايوم ما كنديش ان يكون كريتكل انا عندي النهاردة ال ال نت على ال T يبقى التيب تثاوي ال ال نت على الرقم اللي موجود هنا صاح يا جماعة ال 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 نت يبقى كل من الرقم اللي هنا يقل اكون انا سيب اكتر اكون انا ايه سيب اكتر فانا هافترض ان انا بدل ما خش دروعتي واشرح ال ال انشاء انا عندي الكاميرا دي سواء كان اتبقى مستمرة من ناحية واحدة او مستمرة من ناحيتين انا هاخد الكريتكال البتاع اللي هو كام 18 يبقى انا عندي التى بتساوي اللي نت على 18 اللي نت على كام على 18 عشان افادي الحسابات يبقى انا هاخد العمق التاني بيساوي البحر الخالص مقسومة على كام على 18 عرفنا 18 دي جات من اين هناخد من دول ايهما اكبر هناخد من دول ايهما اكبر تمام انا متالة البحر الخالص طبعا على 18 انا عشان اجيب الديبس بتاع سامة العشرة انا حسبت الرقم 50 يبقى انا لما اجيه اشوف القطع بتاعي يبقى قطع الكاميرات بوينت اتنين خمسة في كام في 50 طيب ده جزئية جزئية التانية لما اجيه اوصف الكلام ده على الساب او على الساب انا عايز اخلي الساب يحس ان الكاميرا دي متشال على الكاميرا دي عايز اما اجيه اوصف انا عايز اخليه حس ان الكاميرا دي هي اللي شايلة مش متشالة الساب جماعة بيحس بالكلام ده من خلال جسائة القطاع من خلال جسائة الايه القطاع يبقى لما اجيه افرض الكاميرا دي في الرمج الساب افرض القطاع بتاعي يكون اكبر من دي ها عشان يبدأ يحس ان الكاميرا دي هي اللي متشالة على الايه على الكاميرا دي يبقى انا اخلي الكاميرا دي سيج 55 سنتي وخلي الكاميرا دي خمسين وممكن لو سنتي بس تمشي يعني لو انا عندي الكاميرا دي مسلا سيجي انا هفرضها هو خمسين اما اجيه افرض دي على الساب افرضها كان تسعة واربعين طب انا عشان ما بقاش كريتك الاوي انا عندي دي ختاة خمسين طب ارأيكم خلي القطاع الكاميرا خمسة وخمسين حتى لما اجيه افرض دي افرضها 52 او 53 او 54 انا لما اجيه احل الكاميرا دي هلقيني مسايف على ال 50 سنتي ان شاء الله يبقى كده انا وصلت للجزء اللي انا عايز ان شاء الله اشرحه يبقى انا كده هوت ايه فرض نهائي بقى يبقى فرض انا ها بفرض انا عمق الكاميرا الكل يساوي ها انا هاخده كامل 55 سنتي طيب بفرض انا عمق او صمج صمج البلاطة انا هاخده 15 سنتي نفترض ان انا هاخد صمج البلاطة قد يبقى انا عندي لما اجيه احسب ووزن الكاميرا لما اجيه احسب وزن الكاميرا يبقى 55 اس 15 يديني كام اديني 40 يبقى لما اجيه احسب وزن الكاميرا التاليك المسلحة ستساوي بتساوي 55 ناقص 15 يبقى انا عندي 40 اللي هو ايه 40 سنتي تمام كده في خلاص انا كده جبت الايه ده اللي هو الايه العمر نخلي دي برضه بالمتر عشان انا شغل بالمتر يبقى .4 خلاص هنضربه في عرض الكاميرا .5 هنضربه في يبقى كده انا جبت القطع في طول الكاميرات طول الكاميرات اللي هو 132.5 مية اتنين وثلاثين ونص بعد كده اضرب اضرب في الجامة الخرصانة وجامة الخرصانة زي ما شفنا في الكود اللي هي اتنين ونص طن على المتر المكام كده انا حسبت وزن الكاميرات المسلحة انا كده اخذت لكم التفصيل من الالف لالياء رعيت شرط وحطيت العمر المبدائي وبرضه عشان احنا كناس انشائيين شوية بندقق واحنا بنحط الفروض دي او بنحط هزي الافتراضات بندقق شوية حتى وانا بوصف على السابق او بوصف ايه الحاجة اللي انا بعملها وطبقها هنا وانا شغل برضو في الحسابات اللي هي هحسب لكم هزا الرقم اللي هو بوينت فور بوينت فور في مية تنين وتلاتين ومص في اه اتنين ومص اه اداتني تلاتة وتلاتين طن مية خمسة وعشرين اداتني تلاتة وتلاتين طن مية خمسة وعشرين خلاص كده يا جماعة انا حسبت مين وزن اه اه اسف حسبت وزن الكاميرات حسبت وزن الكاميرات اوكي يبقى انا كده جدت وزن الكاميرات المسلحة طيب نجيب وزن بقى البلطة وزن البلطة ها هيساوي ايه ها مسطح البلطة في ارتفاع البلطة اللي هو كام احنا واخدينهم شوية عشان حسابتنا تبقى كلها ماشية مع بعض ارتفاع البلطة اخدناها خمسة شرط سنط احنا مزبوط كده مضروبة في اللي هي الجامة اللي هي اتنين ونص يبقى ده القانون اللي انا هاسم منه وزن البلطة اه التاريخ الله عزيزي هبدأ احسب بلوقتي مساحة البلطة هبدأ خش على البرنامج بتاع الاوتوكاد واخد اه حساب ارياء اهو ادي حساب الاريا وابدأ امشي على البلطة بتاعتي اهو اخدت النقطة الاولانية اخدت النقطة التانية اخدت النقطة التالتة اهو كده يا جماعة انا بفرغ السلم اهو اه اسف المنور انا اسف جدا اهو اهو ارجح تاني هنا اهو اهو البلطة من خلال البرنامج ومن ايكونة حسابة حساب المساحات اهو الخط التقريبية احنا هنحافظ عليه انا بحسب تمام كده خلاص انا كده هختار اخر نقطة او لو طلق انطل على هزا يبقى اه كلام صاح اه اه كده مساحة البلطة تلعت معايا الهو 244 و 55 من المعين يبقى الحساب بتاعها تلع 244 و 55 من المعين 5 و 5 و 6 ماشي اوكي اهو برضه حساب المحيط يعني هو بيحسب لي خاصة هذا الشكل دي ايكونة حساب المساحات دي ايكونة حساب الحجوم تمام فاضل لي جزئية صغيرة اهو دلوقتي واحد سألني يقول لي انت انت ما نسيت تفرغ البلطة بتاعت السلم نسيت افرغ البلطة بتاعت السلم اه بلطة السلم سواء اه اخدتها في حسابات دلوقتي انا بحسب حساب تقريبي ولو ما اخدتهاش في حساباتي لها طريقة زريفة شوية لان طبعا مش معقول هيكون سمك السلم 15 سنتي هنفرغ الاريا دي نفرغ الاريا دي من الشكل يعني هقول له احسب لي مساحة السلم بس هاخد السلم الواحد برا اه 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 ساحة السلم طلعت 12 متر و 7 مية ساحة السلم 12 متر و 7 مية يبقى انا هاخد ال 12 متر و 7 مية هضربها فيه احنا سمك السقف البلطة بتاعت السلم ممكن توصل الى 18 سنتي وهمل عليها الوزن كمان لان انا عندي المخدة بتاعت السلم او البلاطة بتاعت السلم برده اطفاعها 15 يبقى طلعها 15 على صفر يبقى انا عندي فيه 7 سنت ونص 7 سنت ونص و 18 يبقى ممكن ادرب السلم بتاعي على او ممكن ادربه على يبقى هنطلع كده نقول كده خلاص احنا حطنا للقانون العام بالنسبة لنا يبقى انا عندي مسطح البلاطة هيساوي يبقى خلاص كده انا هحسب بقى وزن البلاطة هنفتح كوز عشان نطرح مساحة السلم اهو 244 خمسة خمسة ده المفروض ان انا هطرح منه ها مساحة السلم السلم حسبناه 12 انا فرخت مين دلوقتي انا فرخت مساحة السلم مضروبة فيه ارتفاع البلاطة ارتفاع البلاطة مضروبة في مين فيه الجاما اللي هي اتنين ونص اتنين بلاطة كده انا حسبت اول جزء من البلاطة خلاص نحسب السلم السلم اللي هو اتناشر بوينت او فايف اه سبن انا اضربه في التخانق المقابلة ليه اتفعنا هناخدها بوينت سري بوينت سري مضروبة في الجاما اتنين ونص اتنين ونص اتنين ونص اه نضربه في خمسة واشر في اتنين ونص طلع ان وزن البلاطة سبعة وثمانين طن وثمانتاشر من مين اه حسب السلم اتناشر مضروبة فيه ويت سري مضروبة فيه اتنين ونص طلع اه تقسعة وخمسة من مين تسعة وينتقو فايف يبقى كده نقدر نطلع وزن البلاطة الاجمالي خلاص انا حسبته على كزا حاجة وقطعته يعني كزا مرة هنجمع السلم اه وزن البلاطة السلم زائد الوزن بتاع مينها البلاطة بتاعة الدولة يبقى تسعة وينتقو فايف زائد تطلع ستة وتسعين تلاتة وعشرين مين ستة وتسعين تلاتة وعشرين مين الكلام ده طبعا يبقى كده انا خلصت وزن البلاطة وزن البلاطة عرفت ازاي احسب وزن الكاميرا الاسف الحوائد هيا حتين وزن الكاميرات ومسلحة اهو عشان بس ما يزون اه في عندي اللي هو وزن الهيطان اهو عشان بابو يبقى يتميزي بقى انا عشان حاج معدول كله الاركام دي كلها هاخدها واجمعهم على بعض طيب فاضل ايه فاضل حمولة ها التغطية بتساوي كام احنا هناخدها بالنسبة للمشروع هنا حتى بالنسبة لل اه اه احنا بنعمل نمزجة للمشروع ان شاء الله على السعب او السيف هناخدوا بهذه الارقام اللي نبحسمها هناخد الحمولة الحية الحمولة الحية اه بتساوي بالنسبة للحمولة التغطية برضه عشان ما ننساش المهم خالص الرمز اه ده على المتر المسطط ده على المتر اللي ايه المسطط طيب هنا حمولة اه لايفلود احنا طبعا حسبناها اه او قلنا على كسافات اه مختلفة بالنسبة الحمولة الحية اللي هي بالنسبة للغرف بالنسبة للصالة والبلاكونات وما الى زالك اه حسبناه لوحده اقدر احسب مساحة الغرف لوحدها اخد الصالة زائد السلم زائد البلاكونات لوحدها هو دي واجمع الايه الكلام ده كله على بعضه فانا عشان افادي النقطة دي هقول ان الحمولة الحية اللي انا هحسب عليها هنا هي وماشي عشان بس ايه عارفين الرقم ده انا جابه منين يعني اه يبقى خلاص يبقى انا خدت كده دي اللي هي الهمولة الحية اللي انا هشتغل عليه دي طن على المتر المسطط طيب كده احنا اه حسبنا تقريبا اه كل حاجة نخلي بالنا ان ده وزن بالطن وده بالطن انا ما حدش يجمع لي ده على ده لا لان انا هاخد وزن ده هو هقسمه على مين ها هقسمه على في النهاية خلاص على مساحة البلطة ومساحة البلطة احنا جبناها وركزت عنا انا احطها اجمالي هك طيب اه فضل لنا كده حساب وزن الامده وزن الامده طيب اه 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 انا برشق المحضر اللي فاتت قلت يا جماعة عشان افادي الباكلنج ومعسبش الامده اه اه احط اللي هو اللي يكون طول الحر للعمود انا ما بقولش طول الامبعاج لان ده هيبقى له قصة ثانية خالص اه انا بقول ان طول الحر للعمود مقسوم على البعض القصير للعمود المفروض ان ده يكون اقل من اول سوى 15 عشان يبقى العمود ده شرط يبقى العمود ده ايه ها شرط فهو بعت وبيقول لي ان المفروض ان انا بحل المنشق بتاعي وبشوف الطول الحر بعد ما بصمم يعني العمود بعد ما بصمم العمود بتاعي بقول لي ان الطول الحر ده طول الانبعاج للعمود مقصوم على العرض او البعد القصير بالنسبة للعمود اشوفه وبطلع نسبة اسمها لمبة لمبة دي اتسمها نسبة النحافة نسبة النحافة و نسبة النحافة دي ان كانت اقل من 15 بيبقى لها التعامل ان كانت اقل من 10 بيبقى لها التعامل هو هنا بيقول لي انك انت لما جيت اشتغلت انت ضربته في 15 على طول والمفروض انك انت كنت تضرب في 10 المفروض اضرب في 10 انت اخد ال 15 و انت اخد العشر هاش راح يكون زي دي برضو الرد على الزميل وعشان احنا ماشيين ايه بتسلسل الكلام اللي اللي جاننا هين بالنسبة للخمستاشر او العشرة اذا كان العمود بتاعي مقيد هو زميل كاتبها لي هنا هوا سينا حضر بعد كده دربتها في خمستاشر وهي قيمته في الكود للاعمدة المقيدة يعني بيقول لي اذا كانت الاعمدة مقيدة انت بتاخد الرقم ايه خمستاشر بيقول لي بس الاعمدة اللي انت بتشرحها اللي انا بتكلم عليها دلوقتي بس الاعمدة هنا غير مقيدة لعدم موجود حقوق قصة او غيره وبالتالي نستخدم القيمة التالية وهي على عشرة كلام حضرته صح جدا جدا انا لما بصمم المشروع ده او بتكلم عليه انا دلوقتي بس بدي اشتراطات الترخيص بالنسبة لايه لارضي وخمسة عالي وانما لبنجي اعمل مودل زباق جواساب وهنشتغل عساب مش هعمل ده وبعدين هعمل شيرغول انا هشتغل المنشأ ده بالاعمدة بتاعته وهبدأ احط الشيرغول اللي انا محتاجها وهصمم البرج يعني وانا شغال على السابق او على البرامج الانشائية انا هصمم البرج فانا بحط هنا الافتراضات كما لو اني عملت الحاق عملت لايه الحاق طب نناقش الجملة اللي كتبنا الاخ الزميل بالنسبة للكود البصري بالنسبة لموضوع الاعمدة وانا بعتزغ يعني انا بخرج من موضوع بس انا كده تقريبا ربنا نخلص خالص اللي هو حساب التقريب الوزن الاعمدة وهنبدأ نخش في حسابات الاعمدة التقريبية بلا حجام بتاعتها ونحطها يعني جزئية صغيرة خالص اللي الفضلال هنا فانا هبدأ اخش على الجزئيات تاعت الاعمدة وجزئية الاعمدة ببساطة شديدة بيقول لي عدو عني منشأ Glad Clear Times انيكون المسافة ما بين اطول بعد فيه واقل بعد فيه لا تزيد عن خمسة يعني لو انا عند تل كراب put in 30 العمود ده عرضه تلاتين يبقى اكبر طول ممكن اخذه للعمود هو واحد ونصه في الحالة دي ده هنسميه عمود طيب لو دي تلاتين وخليت دي انا مية خمسة وخمسين ده ما بقاش عمود ده بقى اسمه حائط خرصان يبقى فيه فرق ما بين عمود وما بين حيط طيب اي الشرط التاني عشان اسمي ده عمود غير ان انا اقول ان الطول ان ال L بتاع العمود هو ال اكبر العمود على طول الازر يكون اقل من او ساوي 5 ان يكون كمان ارتفاع الدور على ارتفاع الدور اللي انا بحسبه ده مقسوم على طول العمود برضو مازجش على 5 برضو مازجش على 5 ايبا عندي فين شرط عشان اسمي دوت ايه عمود طيب انا عندي هنا في المشروع ده انا حطت كله على المدين إم تقول إذا كان المبنى ككل مثبت أو مقير كيف أحكم على المبنى أو على المنشأ أنه مقيد إنشائيا أو غير مقيد إنشائيا بالنسبة لنا المباني هنا أنا أجاب لكم جزء كويس خلص من الكود إمتى أعتبر المبنى مقيد جانبيا وإمتى أعتبره غير مقيد جانبيا هذا المبنى إذا كان فيه شيرول إذا كان فيه شيرول والشيرول لازم يكون لها شراطات خاصة المبنى ده أعتبره مقيدة وبالتالي سأعتبر العمدة مقيدة إذا انتفى هذا الشرط عن هذه الحوائط التي أضعها الشيرول اللي موجودة تبع العمدة دي عمدة المقيدة والمبنى المقيد جانبيا نعتبر المبنى مقيد إذا كان مزود بعناصر تدعيم خلصانية مستمرة بكامل المنشأ يعني ما نعملش تخفضات ما نقولش أنا عند الحيطة دي 30 فوق أخده 25 فوق أخده 20 فوق أخده كذا نحاول يا جماعة الحوائط نخليها كترحة سابقة من الجروند فلور لحد الطفلور من أقطة نقطة في المبنى إلى أعلى نقطة في المبنى ومستمرة بكامل ارتفاع المبنى بحيث تكون موزعة توزيعا متماسلا في المسقط الأفقري كلمة متماسلا دي هنشرحها بالتفصيل لما نيجي نقول ما هي أفضل أماكن لوضع الشيرول بيقول لي إن كان المبنى بتاعي أربع طوابق وأكثر وإذا كان المبنى بتاعي أقل من أربعة يبقى أنا هاعتبر المبنى مقيد إذا حقق لهذا الشرط إن تكون الألف بتساوي الـ HB مقسومة على اس نضعه في الجزر التربيعي الـ N على سيجما ER هذه الألفة تكون أقل من ستة من عشر إذا كانت الألفة أقل من ستة من عشر والمبنى بتاعي طبعا أربع طوابق أو أكثر يبقى المبنى ده مبنى مقيد إذا كان المبنى أقل من أربع طوابق أربع طوابق بطبق هذه المعادلة هي هي المعادلة اللي فيه بس الكونديشن بيختلف يقول لي إنها بتتراوح من 0.2 زائد O.1N إن دي هي عدد الأدوار إن دي هي عدد الأدوار الـ HB الـ HB اللي هي موجودة في المعادلة في أول ترم في المعادلة دي هي عبارة عن الارتفاع الكل للمبنى فوق الأساسات الـ N هي أحمال التشغيل المؤثر على المبنى على جميع الأناصر الإنشائية السيجما ER مجموع جساءات الحوائل بس في الاتجاه موضوع الاعتبار ولما هيبق عندي منشأ والمنشأ ده عليه فرصة جانبية من الـ Wind pressure أو من الزلازل وحنحسب كل حيطة كل حيطة من حواق المبنى بتشيل قد إيه من الحمل اللي جاي ما هي كل حيطة لحسب الجساء هتبدأ تشيل من الحمل اللي جاي ونشوف الشرطات الحيطة ونطبق الشرطات الحيطة والجود هنفهم قوي معنى العبارات دي إنما أنا حبيت أنوه عليها بس عشان أرد على الأخ الزميل ومشكرة على ما لحظته الدقيقة فمحسب قيمة القيمة القيمة ومبنى أربعة ضرفة أكثر يبقى هذا مبنى مقيد إذا كان أقل من أربعة يبقى هذا مبنى مقيد إذا تخطت القيم له يبقى هذا المبنى غير مقيد جانبياً وبالتالي ينطبق عليه الاشتراطات الحيطة حسنا نسبة النحافة التي يتكلم عليها الأخ الزميل وهي قيمة القيمة القيمة ونحسبها كيف نحسبها؟ أطلع وراءكم إن شاء الله حسابتها بالتفصيل طول الإنبعاج بالنسبة للأناس في القيمة القيمة تساوي طول الإنبعاج مقسومة على العرض القصير العمود ولها معادلة عامة لها معادلة عامة المعادلة العامة إن اللمبة تساوي اله طول العمود طول الإنبعاج مقسومة على إيه إيه؟ هنبدأ نخش على جزئية صغيرة في الأعمدة طبعاً الكلام ده إن شاء الله هرجع له بالتفصيل في شرح الأعمدة طول الإنبعاج إزاي بحسنه؟ اللي هو أعنا بنقول إيه؟ مقسومة على الإلمان عشان أحدد العمود ده قصير ولا طويل أحدده قصير ولا طويل يبقى الأول لازم أعرف العمود ده مقيد أو غير مقيد مقيد جانبياً أو غير مقيد إذا كان مقيد جانبياً يبقى فيه منشأ مقيد والمنشأ المقيد عرفنا الشرطاته وإذا كان عمود غير مقيد فبرضو عرفنا الشرطاته طيب، في حالة الأعمدة المقيدة الهي هو الطول المعرض للإنبعاج طول المعرض للإنبعاج ويساوي الهي هو الطول الحر للعمود مضروبة فيه نفتح قص مضروبة فيه ألف وان زائد ألف طو والكلام ده لازم يكون أقل من أو يساوي الشروط اللي هو اللي ارتفاع الحر للعمود ارتفاع الحر للعمود أو المعادلة ده أنا بأخذ الأصغر من ده يبقى أنا عندي طول الإنبعاج بطبق المعادلة دي وبأخذ الأصغر منهم الألفة منهم دي يا جماعة هي الأقل من ألفة واحد وألفة دين طب الألفة دي بتتحسب إزاي الألفة ديت لها علاقة وهي سجما إي سي في الإي سي على الإتشمون مقسوم على سجما إي سي في الإي بي على الإي بي طبعاً هنا أنا بحسب الجساءات في الاتجاهين بحسب الجساءات في الاتجاهين الأتشمون ترتفاع العمود ألفة منهم الألفة اللي هي القيمة الصغرى من ألفة واحد وألفة اثنين ألفة واحد دي لها قيمة في الكود المصري وهي موصفة بثلاث حالات أو أربع حالات على ما أسكر وهي في حالة صب العمود ماليسياً مع الكاميرا لها أكتر من كونديشن وهنشوفه وهنشوف قيم ألفة واحد وقيم ألفة اثنين لما نشرح العمده بالتفصيل بس أنا حبيت أنوه بس على الجزئيال بفضل لأنها جزئية مهمة إذا كان العمود مقيد إذا كان العمود مقيد هذه النسبة اللي أنا أكلمت عليها مرة اللي فاتت قمنا 15 وهو قال لا أنا مفروض أخد عشرة لأن المبنى ده غير مقيد أنت كلام حضرتك صح إنما أنا وأنا بقول 15 لأن أنا حصمم البرد مش هصمم الخمس تدور وإن شاء الله بإذن الله تعالى نرجع للجزئية بتاعة الأعمده عشان ننهي هذا الموضوع يبقى أنا كده حفظ قطاع العمدان قطاع العمدان تقوز للأعمده هاخد قطاع رفي للعمود وأضربه في قطاع العمود المفروض في ارتفاع العمود الحر العمود طبعا لما أجي أحسبه بقى مرة يا جماعة هحسبه إيه أنا لما جيت حسبت الكاميرا حسبت الكاميرا الأخيرة يبقى لما أجي أخد وزن العمود هاخد الارتفاع الكليير للعمود الارتفاعك اللي هو ارتفاع المبنى بالصور صح كده طيب مضروبة فيه عرض العمود الصغير اتنين ونص أنا أسف مضروبة فيه الوزن أنا أسف اللي هو الطول التاني سينا نحاخده ده هاضربه في مين هاضربه فيه الجامع بتاعت الخرصانة اللي هي اتنين ونص مو أنساش أضرب فيه ها عدد الأعمدة نطلع على الرسم ونشوف عدد الأعمدة هادي واحد من ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية دسعة عشر حداشر اتناشر تلتاشر اربعتاشر سبتاشر سبتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلتة وعشرين عمود هاضرب فيه تلتة وعشرين وحطلع الوزن الأعمدة هدي بتساوي اتنين باينة أربعة في باينة سبن في اتنين وعنص في تلتة وعشرين اه طلعت اربعة وعشرين طن ومية وخمسين اربعة وعشرين طن وان باينة سبن فايف طن طيب كده انا حساب وزن الأعمدة كل الكلام ده انا بحسبه الايه بحسبه الدور واحد نبدأ بقى نشوف الوزن الكل بقى الوزن الكل للدور ها انا بحسب فيدى الوزن الكل للدور هايساوي مين هايساوي وزن العندان صحب اهو بس زاد هم خدت وزن العندان ابدأ ااخد وزن ها وزن البلاطة الإجمالي زاد انا كده هدي وزن العندان وده وزن مين ها وزن البلاطة نطلع على وزن الكاميرات الكاميرات ثلاثة ثلاثين 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 زاد خلصت الكاميرات فاضل مين فاضل للحطا ثلاثين 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 موزعين للمدر المصاب يبقى انا حج مع دول كلهم اللي هما اربعة وعشرين بوينت واحد خمستاشر زاد ستة وتسعين ثلاثة عشرين من مية زاد تلاتة وتلاتين مية خمسة وعشرين زاد ستة سبعة بوينت اتنين بتساوي مية تسعة تسعين طن مية تسعة وتسعين بوين سبين او فايف طيب كده انا حسبت المين اه انا حسبت له الدور انا حسبت له الدور تمام اه يبقى كده هو تنقول ناخد وزن الدور كله اللي هو مية تسعة وتسعين بوين سبين او فايف كل ده هقسمه على مين هقسمه على اه مسطح الدور عشان اجيب المسطح الدور اهو اللي انا حسبناه لانا كنتم تعمد وانا بحسب احسب الايه اجمالي المساحة ومنتسنسوش انا فرغت مين بس انا فرغت مناول هنا بس يبقى عند اتنين اربعة اربعة زيرو خمسة خمسة كده انا حجيب الحمولة دي بالنسبة لمن ها بالنسبة للمتر المسطح يبقى انا حقسم دي على ميتين اربعة واربعين كونت فايف فايف كلعتلي اه تقريبا بوينت او او بوينت اتنين وتمانية اتنين وتمانية تمام يبقى دي طلعتلي كده طن على المتر المربع نبدأ نشوف بقى اجمالي هنا حساب المتر همولة نقول همولة المتر فالمسطح بتساوي تساوي مين بتساوي بوينت اتنين تمانية زائد زائد الكفر تمام كده اللي هي خمسة عشر يبقى نجمع على ديت بوينت او فور هي بقى هتديني اه واحد واثنين وعشرين من مينة اه واحد اتنين وعشرين من مينة الكلام ده طالع ايه طالع ليه المتر المسطح يبقى ده طن على المتر المسطح كده انا وصلت للقيمة اللي هتيجي من من الضغور الواحد انا اركز كده معا واحد عشان ما نساش حاجة دي من الضغور الواحد لا قوة المساحة دي حفش على عمود انا هيتمStr allows قدر معين من البلاطة عمود زي العمود يبقى انا اكس المدينة وهنا اخد اكس الكاميرا المدينة المدينة Heb tight لا بدأا قفل هذا الشكل. اهو. 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 امد الخط ده لتحت. عشان اجيب الاريال اللي بشيه. يبقى انا عندي العمود ده اهو. لما اجي احسب الاريال اللي هياخدها هو. اهو. من النقطة دي للنقطة دي. نقرب شيء عشان بس ما نقلطش. ونوفنا. ونقول انتر. قال لي والله العمود ده بشيل سبعة متر بوينت خمسة ستة يعني نفترض سبعة وستة من عشرة. انا هاخد العمود ده كموديل بس يا جماعة. موديل دي بس. اه سبعة وستة من عشرة. يبقى انا هقول كده هو. حمولة العمود اللي انا لسه كنت محدده من شوية. دي بتوسعه. بتوسعه. سبعة وستة من عشرة. اللي يمسحته. مضروبة في. ها. الحمولة للمتر المسطح. اللي اون بوينت دو اهي. مضروبة في مين? في عدد الادوار. بشتغل على الخمس ادوار. هحط دي خمسة. بشتغل على ستة ادوار. هالعشة ادوار. هحط دي ايه? عشرة. انا افترض ان احنا اه هناخدها مرة للخمسة ومرة للعشرة. يبقى مضروبة في واحد من عشرة. في مرة خمس ادوار. يبقى في الخمس ادوار هيشيل معي ستة واربعين طن. ستة وتلاتين ممية. ده طن. طن. ده الكام خمس. ها. ادوار. طبعا. دي هتتضرب في اتنين. لو هيشيل عشرة ادوار. يبقى ده هشيل لي اتنين وتسعين طن. بوين سبين دو. طن. ده عشر ادوار. تمام? كده انا اعرفت القيمة التقريبية اللي هيشيلها العمور. بشيء قريب من الدقة. بشيء قريب من الدقة. على اساس هذا هحط بتاعت العمور. اصمم عمور تصميم مبدئي على الاكسل. واخد الارقام بتاعة العمدان اللي هتطلع. وابدأ اعمل مضفاية على هذا الشكل. ان شاء الله ده هنستقبله المحضر القادمة. واسأل الله تسير. والسلام عليكم ورحمة اشتركوا في القناة.